ارتفع عدد قتل القصف الروسي على إدلب إلى 21 مدنيا بينهم ثمانية أطفال وست نساء بالإضافة إلى 43 جريحا بحسب المرصد السوري لحقوق إنسان الذي أشار إلى أن محاور ريف إدلب الشرقية والجنوبية وأجزاء من ريف حلب الجنوبي لا تزال تشهد اشتباكات متقطعة تترافق مع قصف مدفعي وصاروخي كما تناوب الطائرات الروسية على قصف جبل الدولي بالقرب من مدينة كفارت خاريم في ريف إدلب الغربي واستهدفتها بـ 15 غارة المرصد أكد نزوحا 38 ألف شخص خلال أسبوع بسبب العمليات المتصاعدة في إدلب